أن لا نعرض هذا الفيدو اكتفينا بالحديث عن مكانة الصحابة والتحذير من الزنادق الذين يأتون من خارج البلاد ويؤذوننا في عقيدتنا وفي صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام أما الصحابة رضي الله عنهم فقد حصنهم الله في كتابه فقال جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والعنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات تجري من تحتها وأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم ثم أكد رضوانه عليه سبحانه وتعالى عن الصحابة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لذلك مكانت الصحابة عظيمة عند الله عز وجل ولذلك المستهزأ المنافقون في الصحابة وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذبوا ألسنة ولا أجمل عند اللقاء جاءوا بعد علم بعدما علم عليه الصلاة والسلام عن استهزائهم جاءوا يعتذرون فأنزل الله جل وعلا قوله جل وعلا ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم ثم الله جل وعلا رد على المنافقين لأن الشتاع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا حتى اتهامهم لعائشة رضي الله عنها في موضع الإفك أنزل الله عز وجل قرآن يتلى إلى يوم القيامة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ثم قال جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يعتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا أبوهتان عظيم ثم ذكر الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فالذي يتعرض لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويشتمها إنما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما نقول زنديق لا نتهم طائفة نتهم الشخص نفسه الذي تفوه بهذه الكلمات